السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني كرام سوف ندير تحليل مباراة لمنتخب المغربي امام منتخب الكرواتي وكذلك سوف ندرع الجماعة المغربية سوف نبدأ مع تشكيلة اللي حطها والد رقراقي كتكون كل من ياسين بونو نايف اكريد سيس نصير مزراوي اشرف حاكيمي عزدين اونحي سوفيان امر عبط سالم املح حاكيم زياش سوفيان بوفال يوسف النصير هذه التشكيل الذي حط opened our next battle لمباراة كم نراقد الأبر كانت صعبة جانبين ان شن الجانب تاكسيكي قاضي على هذا المباراة هذه خصوصا المنتخب المغربي نسي ان المنتخب كان بالصرحة والد رقراقي يقراه المنتخب الكرواتي بهذا معنى الكلمة كما نراه المنتخب الكرواتي يعتمدوا على الأطراف في المباراة كم نراه بالصرحات كم نن Whoseryash كما نقول قراه الي المنتخب الكرواتي وما خلوهم شي تنفسوا بهذا المعنى الكريمة تقييم ديال العابة ديالنا ما شاء الله تبارك الله كان في المستوى رجل المباراة خداه هو أشرف حاكيمي كما كتشوفوا تقييم ديال أشرف حاكيمي 7.3 وكذلك نيف أكريد الربعي الدفاعي قدم أداء في المستوى العالي ليسين بونا ونايف أكريد ورومان سايس ونصير مزراوي وأشرف حاكيمي قدموا مباراة في المستوى العالي خصوصا جانب الدفاعي ما شاء الله تبارك الله بالنسبة للآداء ديال المنتخب عموما كان آداء جيد جدا قدموا مباراة في المستوى بالنسبة كان نقصها الهجوم فقط كما شفنا منتخب كان متحفظ ولا يني كما قلنا بدل معنى الكلمة ما أعطيناها مش الفرصة يلعبوا اللعب اللي بغاوهما منتخب كرواتي لو كنا أعطيناهم اللعب اللي بغاوهما كنا نخلصوا كما كيقولوا بدل معنى الكلمة شفنا المنتخب دفاعيا كان جيد كانت منى ويتحس للآداء الهجومي فقط شنسوفيان امرأة بتقدم مباراة في المستوى العالي قدم مباراة ديال الرواعة كما شفنا سوفيان امرأة بتموت واجد في جانب انحاء الملعب مااشا الله تبارك الله قدم أداء ولا أروح في المباراة تبارك الله عليه ماا شاء الله كنقولولو براف وعليك وكنتمنى ولك التوفيق ان شاء الله معنى منتخب وزيد العاطع بالنسبة للحصة المزرى وقدم مباراة كبيرة في المستوى كما شفنا العصابة لتعرض ليا كانت منه وما تكونش عنده شيء اصعبة خطيرة ويكون جاهز لمباراية المقبلة ان شاء الله امام منتخب بلجيكا منتخب كندا كماش فينا نصير مزراوي قدم اداء ولا اروع رغم كماش فينا والد الرجال قيم تحفظ دفاعيا ولا ان كماش فينا اللاعبين قدموا اداء جيد تخارع طيات الله عوض نصير مزراوي وقدم مباراة في المستوى العالي وكانت منه اللاعبين بصراحة كلهم يكونوا جاهزين بدنيا لمباراية المقبلة ان شاء الله بالنسبة لجمهور المغربي كماش فينا جمهور المغربي ما شاء الله تبارك الله قدموا اداء ولا اروع التشجيع المنتخب دون كما كان قولو المنتخب كان صراحة كان الجمهور مبهر جدا في المدرجات وخارج الملعب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان معكم محمد